اشتركوا في القناة اتولد تحديدا في 19 أغسطس من عام 1966 وهو قياد سياسي وعسكري فلسطيني بارز وأيضا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس السابق ساهم العروري بتأسيس حركة حماس الجناح العسكري للحركة في الضفة وبيعد الرأس المدبر لتسليح كتاب القسام واعتقل وقضى نحو 15 سنة في سجون جيش الاحتلال ثم ابعد عن فلسطين بعد ذلك كان العروري هو أحد أهم مؤسسي كتاب الشهيد عز الدين القسام وكان أيضا أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار أو صفقة شاليت وهو كان متزوج وله بنتين وبيعيش في لبنان وبتعتبر إسرائيل أحد أهم مؤسسي كتاب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية واتهمته بأنه يقف خلف عملية خطف المستوطنين الثلاثة في القليل وأعقب الاتهام هدم منزله وهي طبعا الواقعة اللي كانت حصلت قبل عدة سنوات اعتقل العروري لسنوات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعندما أفرج عنه في المرة الأخيرة عام 2010 تم ترحيله إلى سوريا لمدة ثلاثة سنوات وبعد كده غادر إلى تركيا مع تفاقم الأزمة السورية استقر العروري في تركيا وبعدها تنقل بين عدة دول من بينها قطر وماليزيا واستقر أخيرا في الضحية الجنوبية في لبنان في التاسع من أكتوبر من عام 2017 أعلنت حركة حماس انتخاب العروري نائب لرئيس المكتب السياسي للحركة المقاومة الإسلامية طبعا وهي حركة حماس وهو إسماعيل هنية خلال انعقاد مجلس شورى الحركة مؤخرا في هذا العام وفي 20 يونيو من عام 2014 بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة بهدن منزله في منطقة عرورة شمال غرب رمالة وسلمت قوات الاحتلال في منتصف تلك الليلة عائلته عائلة العروري قرار بهدم منزله وكانت قوات الاحتلال هددت منذ بداية الحملة باستهداف منازل قادة حركة حماس للضفة ردا على اختطاف ثلاث مستوطنين في الضفة الغربية قبل سبعة أيام من هذا التهديد أيضا في 1 نوفمبر قامت قوات الاحتلال زي ما قلت لحضراتكم بهدم منزل العروري الخالي من السكان في رمالة أثناء معركة طفان الأخصى وده كان للمرة التانية وده طبعا مؤخرا في العام الجاري وفي أتصعيد الحالي من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاغز دي كانت تفاصيل المتعلقة بصالح العروري ولكنت حركة حماس منذ قليل اغتياله في بيروت بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا